الفصل الرابع عشر الزحف على طنجة من قصة عقبة بن نافع اعداد استاد ياسر محمد نجيب بتبدأ احداث الفصل باستراحة المجاهدين يوما وبعض يوم نادى عقبة في رجاله بالرحيل متجهين الى طنجة ويملأهم الحماس وفي طريقهم الى طنجة وجدوا مدينة تيهارت تيهارت كانت مدينة من المدن الحصينة في عهد الروم اهل تيهارت خافوا من لقاء عقبة ولقاء المسلمين وبانهم يلاقوا نفس المصير الى لقاء اهل المدن الاخرى خاصة بانهم كانوا اشد بأسا واشد قوة منهم فقرر اهل تيهارت بانهم يعتصموا داخل مدينتهم ويحربوا المسلمين من وراء الاسوار وصل عقبة لمدينة تيهارت ووجد ابوابها مغلقة وسمع عقبة صوت الجند من خلف الاسوار بيحذروا انفسهم من حرب المسلمين حينها ادرك عقبة بان الروم والبربر لا قبل لهم بملاقاته في هذه المنطقة بالاضافة الى انه ادرك ان الله اتم عليه نعمة النصر وقذف الرعب في قلوب اعدائه حصر عقبة مدينة تيهارت بضعة ايام وبعد هذه الايام اضطر ملك تيهارت لاعلان التسليم ودفع ما يطلبه المسلمين من ضريبة الدفاع بعد ما تسلم عقبة ضريبة الدفاع دع عقبة ربه ان يعينه على مواصلة الجهاد امر عقبة جيشه بالانطلاق الى طنجا في الطريق لطنجا كانت كل البلاد اللي هيمر عليها عقبة دخلت في الاسلام من قبل علم اهل البلاد بتقدم عقبة فخرجوا يحيون القائد العربي ويزودون جيشه بما شاء من الماء والطعام والاسلحة وتطوع عدد كبير من اهل هذه البلاد لانضمام لجيش عقبة ليجهدوا في سبيل الله وبالقرب من طنجا وصل عقبة وجيشه واصبح على بعض اميال من طنجا ملك طنجا كان شخص يدعى يوليان الغماري خرج ملك طنجا في مجموعة من ججاله لاستقبال القائد العربي والترحيب به ايه موقف الملك ده من المسلمين والعرب خروجوا لاستقبال المسلمين والعرب وتحية عقبة يدل على ان هذا الملك اللي هو يوليان الغماري ملك طنجا لا يحمل في قلبه الا كل خير للمسلمين فهو لا يضمر شرا تجاه المسلمين ولا ينصبهم العداء استضاف الملك عقبة وعدد من ضباطه بقصره المطل على البحر وقدم لهم الهدايا بعدها اعلن ملك طنجا موافقته على كل مطالب المسلمين عقبة قبل السلم تحقيقا لما امر به الله سبحانه وتعالى في قبول السلم استشار عقبة ملك طنجا في فتح الاندلس وان يجعلها دولة واحدة مع المغرب ولكن كان رأي ملك طنجا يوليان الغماري بان عقبة ما يشتبكش مع القوت لان قوتهم بتفوق قوته بآلاف المرات بالاضافة الى انه اخترح على عقبة موصلة الفتحات تجاه السوس الادنى والسوس الاقصى ايه السبب؟ علشان سكان هذه البلاد من البربر وعقبة كان خبير في البربر في كل حروبه وكيفية الانتصار عليهم نهاية الفصل ونتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر